أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضربية المفتوحة والقديمة وذلك خلال العام الحالي بالإضافة للاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضربية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني كما وجه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمرقي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية ونائب وزير المالية للخزانة العامة حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على ما تم من تفعيل لمنظومة الرئيسية للميكانة الشاملة في مصلحة الدرائب فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني وذلك بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضربي وكذلك ضم القطاع غير رسمي لتلك الآليات وكذلك منظومة ضريبية للتصرفات العقرية وأداء واحد لمتابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الدرائب كما اطلع رئيس السيسي على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي ترجمة نانسي قنقر